نرى الآن مشاهدين الكرام مكان استفاف عربات القطار وعربات المونوريل وكذلك عربات القطار الكهربائي السريع التي قدمت من الخارج وتم تخزينها واستلامها هنا في ميناء الإسكندرية وذلك تمهيداً وإعداداً لها من أجل أن تدخل الخدمة في قطاع النقل في مصر دعماً وتحسيناً لجودة هذا القطاع الكثير من التفاصيل كذلك سوف يتوجه الرئيس بعد قليل إلى رصيف رقم خمسة وخمسين وكذلك جونة البترول حيث هناك عدد من المحطات التي يتفقدها سيادة الرئيس في داخل ميناء الإسكندرية تطوير الوحلات المتحركة وهذا الأساس ثم تطوير البناء الأساسية التي تمشي عليها الوحلات المتحركة ثم نظام الإشارات التي يسلطر عليها ثم الورش التي يسلحها وفي النهاية والأهم هو تطوير العنصر البشري سادتك بس نتكلم النهاردة عن الوحلات المتحركة والعنصر البشري الوحلات المتحركة فنم سادتك تعايدنا وبسرعة جداً على توريد 262 جرار بالإرافة إلى تطوير ورفع كفاية وتجديد 172 جرار كانوا متوقفين سادتك تماماً وصلنا فنم 110 جرار ورفعنا كفاية وتجديدنا حوالي ثلاثين جرار من جرارات المستهدف رفع كفايةها العربيات فنم سادتك صدقتنا على 1300 عربة روسي أنواع ويمكن سادتك تشوف النهاردة الأول مرة فيه في مصر عربية درجة ثلثة مكيفة وصلنا منهم حتى الآن 500 عربية رفعنا كفاية 600 عربية من 1200 عربية قديمة العنصر البشر فنم سادتك صدقتنا على 550 مهندس على مراحل أنهينا تدريب 180 مهندس منهم بالكلية الحربية الباقي سادتك داخل على مراحل مختلفة سادتك صدقتنا على 2500 فني بالدربة فنم في محب ببالصف المعلمين أول ألف منهم أنهوا تدريبهم أول مبارح وتخرجوا إن شاء الله فنم بإذن الله يبقى كده ارتقنا بالعنصر البشري اللي داخل جديد بالإضافة إلى تطوير اللي موجودين حاليا طبعا فنم ده هيمكننا أن احنا بدل ما كنا بنشيل مليون راكب يوميا حتى بعد التطوير إن شاء الله فنم بإذن الله عشين 24 نشيل 2 مليون راكب عدا ما يتم إن شاء الله بإذن الله نقله بالقطر السريع أيضا كنا بنشيل تقريبا 4.5 مليون طن بضايا سنويا إن شاء الله بإذن الله نوصل إلى 13 مليون طن سنويا بالنسبة فنم لتطوير المترو وسائل النقل الحضرية اللي يستك بتربط مدينة القاهرة بالتجمعات السكنية الجديدة يعني خارج القاهرة بدءا من 6 أكتوبر ثم العبور والمستقبل والشروق وبدر والعشن ورمضان وأخيرا العاصمة الإدارية الجديدة اتعايدنا فنم على تنفيذ مشروع المون ريل وصل عندنا فنم إن شاء الله وصل دلوقتي موجودين في أرض الصفاف 2 مون ريل وفيه 2% واتباعا إن شاء الله بإذن الله بخطة يريدها تشتغل أيضا فنم اتعايدنا على تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف الـ LRT من محط عدل منصور اللي سابتك شرفتنا مفتاح المترو منها في شهر أغسف الماضي حتى العاصمة الإدارية الجديدة وصلنا يا فنم 2 قطار أيضا موجودين في الاستفاف وفيه 2% واصل الباقي اتباعا مترو الأنفاء يا فنم وستك عارف أن مترو الأنفاء كان في مصر تعمل فيه التمانينات لم يتم تطويره من يومها حتى الآن بدأنا يا فنم نتعاقد على تطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى توريد قطارات جديدة مكيفة فيها واي فاي فيها شاشات LCD سابتك تشوف أن عرضه بإذن الله كل هذا التطوير اللي بيتم بتوجيه سابتك وبأيدي الشركات المصرية ومعاونة الشركات العالمية الصديقة لهم وهنستجزتك فنم في تجشين الوحدات المتحركة الجديدة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر